ما كترش الطلبات ما عددتش الطلبات في المرة الوحدة لما اجي اطلب اطلب حاجة في كل مرة حاجة او اطلب عدد مناسب للوقت ده يبقى عند الطلب محتاجين ان نقسم الطلبات على مرات وميبقاش كل الطلبات بتتقال مرة واحدة عشان ايه فرصة معه فلوس دلوقتي وانا مش ضمن ان ايه بقى فيه فلوس بعد كده اه بس هوه معه فلوس بس هوه معه نفس ايه فرصة ان هي دلوقتي فضية بس هي عندها طاقة ما يقعد صحيح بس مين قال ان هي عندها طاقة فلو الطلبات ضرورية ومش كمالية ارتبها وبنعمل كده عشان ما يحصلش اسقال على نفسنا واسقال على اللي بيطلب على اللي بيطلب منه لان لما يطلب منه كتير بيشعر ان ده كتير قوي وبيشعر ان فيه حد قاصد ان هو يتعبه وقاصد ان هو يكتر عليه فيبعايز يتهرب ويأجل او يتخانق ويزعق عشان يخفف عن نفسه ويحس ان هو طلع الضغط اللي هو حصله بسبب الطلبات كتير فافضل حل جدولة الطلبات ودي مسألة بسيطة خالص وممكن عمر حلها على قدر الامكان وده شيء مهم جدا وهنا بقى تقتل خطوة الخمسة والمهمة اوي مع عدد تعديد الطلبات في المرة الواحدة اللي هي ايه طلب ان انا اشوف الاولويات ان انا ماجي اطلب اطلب بالاولوية من غير مقلة حد غيري فيه ازواج جتيرة بيشتكوا من زوجاتهم ان هم انها بتطلب حاجات كتيرة وزي يقولوا عمالة على بطال كده وكل ما تشوف حاجة عند حد تاني عايزة تعمل زيها وده بيبقى متناسبة على فكرة جدا 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 في بدايات الزواج ليه بقى ده ان هي ما بتبقاش عارفة ايه اللي بيحتاجه البيت او ايه اللي بيحتاجه المكان فبتبقى تشوف اللي بتطلبه الستات وتطلب زيها وساعات الزوج برضو بيعمل كده ولكن الزوج لما بيحصل معا كده بيشعر ان زوجته بتستغله او لو كان ما يسور بقى بيحس ان هي بتعمل ايه ساعات طمعانة فيه وساعات بتقسع صليش ولما حاله يكون متواضع بيحس ان هي قلبها مش عليه ومش مقدرة ظروفه واسوأ شيء لما الزوجة تصلت الولاد يطلبوا من ابوهم اشياء فوق طاقته او كمالية او يحاولوا يقنعوه ان هي ضرورية لان الزوجة شافتها عند حد تاني عشان هي بتستغل لنقطة ضعف ناحية الاولاد وساعاتها الحالة دي بتبقى مش حلوة خارس وتبقى مش هي اللي طلبت منه لا الاولاد اللي طلبوا منه طب لو رفض اه هنا بتحصل بقى ألامات كتيرة فارجوكم بلاش تعملوا كده لان موقف سيدنا عمر بن خطاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اقل رأى عمر بن خطاب لحمن معلقا في يدي فقال ما هذا يا جابر قلت اشتهيته لحمن فاشتريته فقال سيدنا عمر اه كلما اشتهيتم اشتريتم يا جابر في ايه اللي حاصل يبقى هو سيدنا عمر بيقوله اه كلما اشتهيتم اشتريتم وعشان كده احنا لازم نخلي بالنا ما يبقاش عندنا طول الوقت شراها ودوة يخلينا منضبطين في الطلب وعشان كده نصحنا نصيحة لابد ان احنا محتاجين نعيش بيها في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي النصيحة بتقول ايه اخشوشنه فان النعمة لا تدوم سيدنا عمر قال لنا كده وفي الختام لازم نقول شيء مهم ان مهارة النهاردة هي واحدة من المهارات الكتيرة اللي اتكلمنا عنها وكلهم بيوصلونا للعشرة الحسنة فحسن العشرة هي اللي بيخلي الزوج والزوجة يقولوا ده لو طلب عينينا قدهاله فما يكونش همك الطلب قد ما يكون همك ان انت تكون نسمة برده في يوم صيف وصدر حنون لشريك حياتك وساعتها تعيشوا في نعيم وتحسوا بان انتو عايشين في حضرة وفي نعمة وفي فضل وفي مدد الرحمن الرحيم يا رب اجعلنا دايما نسمة وجعلنا دايما مدد وجعلنا دايما دعم لشركاء حياتنا وافتح علينا يا رب افتحه العارفين وجعلنا دايما من اهل المحبة واهل الاقبال يا رب العالم